تجمع شجرة ضليلة معمرة أهالي العبتر لتبادل الأحاديث ومن هنا يمكن سماع رقرقة فلج العبتر الغزير وهو يسيل مندفعا في السواق وكباقي أفلاج عمان يسقي العبتر حدائق نخل باسقات بينها زرع حيث تعد السلطنة ثالث أكبر منتج للتمور في العالم ويعود نظام الأفلاج في عمان إلى القرن السادس قبل الميلاد أي أن عمر هذه التقانة التقليدية الفريدة في السلطنة يبلغ نحو 2500 سنة ويتم استخدام الفلج حسب نظام الدوران حيث يحول صاحب الزرع الماء إلى سقية زرعه عندما يحين دوره ويتألف نظام الدوران من وحدات تسمى الأثر ويبلغ كل أثر زهاء نصف ساعة وكسائر أفلاج السلطنة أيضا يسيل العبتري في نظام متقن من السواقي بعضها ضحل وبعضها مرتفع ويعتني أهل العبتري بالفلج ومياهه كما هي العادة في عمان منذ قرون كما يكدحون في زروعهم بحب ومثابرة كما يفعل سائر العمنيين في زروع الأفلاج في طول البلاد وعرضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر